موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع انتهاء مهلة الوطن واستمرار التصعيد السلمي لثوار تشرين بعد انتهاء مهلة الوطن التي منحها ثوار تشرين للعملية السياسية صعد المتظاهرون من سلميتهم عن طريق إغلاق الطرق الرئيسة الرابطة بين المحافظات وداخل المدن وذلك لهدف شل حركة الحكومة وللضغط عليها أكثر للرضوخ لمطالب الشعب القاضية بإسقاط العملية السياسية التي دمرت العراق منذ عام 2003 ولغاية اليوم ورغم هذا التصعيد من المتظاهرين التصعيد السلمي إلى أن سلطة المنطقة الخضراء صعدت هي أيضا من اسلوبها القمعي في التعامل مع المتظاهرين عن طريق استهدافهم بالرصاص الحي ما أدى إلى سقوط أكثر من عشرة شهداء وأكثر من 150 جريح بحسب مفوضية حقوق الإنسان الحكومية هنا نطرح عدة تساؤلات مشاهدين الكرام بهذا الخصوص لماذا تستمر الحكومة وأحزابها على تجاهل المطالب العراقيين وقمعهم بهذه الطريقة الوحشية أكثر من عشرة شهداء وأكثر من 150 جريحا في غضون يومين نتيجة القمع الحكومي متى يتدخل العالم لنصرة العراقيين وما هي الخطوات التصعيدية السلمية القادمة التي يجب على المتظاهرين اتباعها هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها إن شاء الله في هذه الحلقة لكن بداية نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود بقمانة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه الرقمين طبعا جميع الأرقام متاحة لجميع المتصلين لكن هذه الأرقام بالنسبة لمن لديهم شبكات عراقية هذه خطوط عراقية أيضا وربما يكون التواصل من داخل العراق سهل عن طريقهما بالإضافة إلى بقية الأرقام طبعا مشاهدين الكرام كما قلنا في ظل التصعيد السلمي الذي يتبعه ثوار تشرين هناك تصعيد حكومي أيضا قمعي على الجهة الثانية هذا القمع وهذا الأسلوب وهذا التصعيد الحكومي هو متبع من أول يوم في المظاهرات من أول يوم لثورة تشرين وانطلاقها لكن في كل لحظة يصعد المتظاهرون من سلميتهم تصعد كذلك السلطات الحاكمة والميليشيات من أسلوبها القمعي في مواجهة المتظاهرين السلميين العزل الذين يطالبون طبعا بمطالب مشروعة حقهم في الحصول على وطن لدينا بعض المقاطع التي توثق ما نتحدث عنه من قمع حكومي للمتظاهرين وكذلك حول طريقة تعاطي المتظاهرين حتى أثناء تصعيدهم مع الحالات الحارجة مع الحالات الإنسانية وكيف يتعاملون معها بداية لدينا مقطع يظهر عناصر من قوات الحكومية وهم يقومون بتعذيب متظاهرين على طريق محمد القاسم السريع وسط العاصمة بغداد فلنشاهد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة بهذه الطريقة اللا إنسانية يتم التعامل مع المتظاهرين السلميين بهذه الطريقة بهذا الضرب طبعا هذه عينة بسيطة وجزء بسيط من ما يحدث على الأرض في العراق عندما يلقى القبض على المتظاهرين السلميين يعتد عليهم أولا بهذه الطريقة ثم يعتد عليهم في المخافر وفي مراكز الشرطة والتعذيب وعرضنا يوم أمس وقبلها مقطع من البصرة لعملية تعذيب وأصوات تتعالى من الألم من المتظاهرين السلميين في أحد مراكز الشرطة في محافظة البصرة كيف يتم الاعتداء عليهم وتعذيبهم بهذه الطريقة وهذه البشاعة التي شاهدناها في هذه الصورة هناك حقائق مرة كثيرة حقيقة حول ما يتعرض له المتظاهرون في ثورة تشرين معنا سيد علي من الفلوجة تفضل يا علي الله يتاعدك حياك الله علي أهلا وسهلا بالنسبة لي للوطن ما يحرق المحافظات ولا يحرق الشوارق نعم أخوي نعم يا علي بالنسبة لي للوطن ويحب الوطن ما يحرق الحقائق ويحرق الدوائر من اللي حرق دوائر الدولة المتظاهرين من قال لك هذا الكلام تعال جيب لي دليل جيب لي دليل أن المتظاهرين حرقوا جيب لي دليل أن المتظاهرين حرقوا دائرة حكومية واحدة أتحداك جيب لي دليل جيب لي دليل جيب لي دليل مثل ما ديوثقون المتظاهرين كل شيء بالصوت والصورة بالموبايل جيب لي دليل انت عندك تليفون وتقدر تصور جيب دليل احنا رحنا وياهم تطورنا وكيفنا وانسحبنا دزلنا يا اتحداك ان المتظاهرين قاموا بحرق مؤسسة حكومية واحدة يعني الآن ما نراه من قطع الطرق هو هذا التصعيد السلمي عملية منع الدولة شل حركة الدولة قوة هي حارب ضد المذهب ضد المذهب الشيعي طيب علي انت شكرا يعني ماشي علي وداخل بهذا الاسلوب ويتهم المتظاهرين بهذه الطريقة ثم بعد ذلك يدور ليأتي الى نقطة طائفية جدا وهي محاربة المذهب الشيعي خرج العراقيون بكل اطيافهم وبكل مكوناتهم في ثورة تشرين وشهدنا المسيحيين وشهدنا الصابية وشهدنا اقليات في العراق شاركت بعيدا عن الفكر الطائفي وبعيدا عن الانتماءات المذهبية وغيرها شاركوا في ثورة وطنية عراقية رفعوا العلم العراقي والآن تشاهد الساحات جميع العراقيين يشاهدون الساحات لا يستطيعون ان يميزوا من هو السني ومن هو الشيعي في هذه المظاهرات او من هو المسيحي او من هو اي مذهب او طائف مشاركة في هذه المظاهرات يشاهدون شبابا عراقيا يحمل العلم العراقي بشكل سلمي ويجوب الساحات ويعتصم في الشوارع وفي الساحات وفي الميادين ويتعرض لقمع حكومي علي من الفلوجة يقول أنه هذه محاربة للمذهب هذه الأفكار الخبيثة الطائفية التي تروج من أجل تشويه صورة المظاهرات والمتظاهرين قبل أن أخذ اتصالات أود أن أشاهد مع حضراتكم واحدة من الصور طبعا أعرض لحضراتكم خبرا سريعا لصور تشويه المظاهرات طبعا لجنة أو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين وهي التي تصدر البيانات الممثلة عن المتظاهرين تقول أن مندستين من أذناب أحزاب السلطة الموالية لإيران يحاولون تشويه سمعة الثوار والنيل من الثوار وأهدافهم وأضافت اللجنة في تصريح صحفي أن الثوار رصدوا بعض المندستين قرب محكمة الرصافة في بغداد يجبرون أصحاب السيارات المارة على دفع إتاوات لاستماح لهم بالمرور عن طريق خداع المواطنين أنهم من المتظاهرين رصد المتظاهرون كل حالة تشويه أو محاولة لتشويه الثورة عن طريق المندستين والمخربين والذين يحاولون أن يوهموا بعض العراقيين من علي وأمثاله أن الثورة هي ضد الطائفة الشيعية أو طائفية أو الثورة مخربة بحرق المقرات والمؤسسات الحكومية وهذا كلام غير صحيح وأنا أتحدى علي أن يأتي ببرهان واحد يثبت أن المتظاهرون قاموا بحرق مؤسسة حكومية ما حرق هي فقط مقرات الميليشيات التي قتلت وتسفك دماء العراقيين ليلة نهار فقط ما تم إحرقه من بعض المتظاهرين الغضبين لم يتم الاعتداء على أي مؤسسة حكومية والدليل العراقيون الآن في شوارع العاصمة بغداد وهناك الصيرفات وهناك البنوك لم يتم الاعتداء على أي منها ولم تستطع حتى المؤسسات الحكومية الإعلامية وغيرها أن تكذب بهذه النقطة لأنها لا يوجد لأنه لا يوجد دليل على تعدى المتظاهرين على أي من الممتلكات العامة أو الخاصة من معنا؟ سيدة أم عبدالله من بغداد تفضلي أهلاً أم عبدالله حياة شاء الله أهلاً وسهلاً أم عبدالله أم عبدالله قبل كل شي نص صوت التلفزيون رجعاً أم عبدالله من تلفزيون أم عبدالله أم عبدالله ما سوف نصرح لتحلل هذه الشباب؟ ما قالت شين نبقى بها هذه الشباب؟ أهلاً أم عبدالله أم عبدالله أم عبدالله أم عبدالله أم عبدالله على كلامه اللي يقول هاي مظاهرات طائفية المتظاهرين مخربين مواقع طائفية مواقع طائفية هاي لأن الإنسان كورة كورة بقربه وبردان مفشر الشو طائفية مانجة الطائفية هاي مواقع طائفة وحدة الطائفة بحقه يقول المتظاهرين مخربين ويحرقون المؤسسات الحكومية يا أم عبد الله شترو الدين على هذا لا 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 أرقي هالمؤسسات هاي هما يحرقون المستجفى يرموك مال الغدج مال الأفطار اللي اردوها وغيرها 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 أبدا بتاع أرباعي نعم أم جامت أكون متظاهرين صامت الولاد سبيع متظاهرين نعم وأنا أشكرك شكرا جزيلا شكرا أم عبد الله كلام سليم جدا ورد مقنى جدا لعلي من الفلوجة بين قوسين أم عبد الله من بغداد تقول بأن المؤسسات الحكومية اللي كانت تحترق لما يكون هناك تحقيقات أو شي بخصوص شبهات فساد قبل ليكون هناك مظاهرات وثورة تشرين كانت تقول الحكومة تماس كهربائي وضياء القضية وضياء الملفات وضياء الفلوس وغيرها ليش محتش من الفلوجة على هاي الحرائق اللي دبت في المؤسسات الحكومية أم كرارة من الديوانية فضلي ألو فضل يوم كرار ألو أسمعت يوم كرار سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شبتم فيلم هذا الصورة هسا طلع شنو ذنب هذا يقعد يضربون بيد الصندة شنو ذنبهم نعم شنو ذنبهم قل لي شنو سواهم ما سواوا بس العلم العراقي بديهم شنو ذنبهم طالعين يطلبون حقوقهم ليش شنو ذنبها الشباب والله قعد يضربون بيهم رأى صدام رجع لنا صدام ثاني ليش شنو الشباب راح تنهورون شنو طالبين هم نعتهم هل الكراسي وين شنتوا شنتوا خارج العراق شنو سويت هاي الشباب كان هورود هورود راحت ليش والله نستعليها شنو الطالبين يا معودين لا الهن الله يا رب العالمين شنو طالبين من عدكم طالبين هاي الشباب آلاتنا تهزد القرأ نعم شنو ذنبها يا بعد اختك يا أخوية نعم يعني مكرار حقيقة احنا دا نشاهد هاي المشاهد بألم وحسرة ونسمع بنفس الوقت للأسف اكو هاي الأصوات النشاز اللي تطلع تتهم المتظاهرين انهم طائفيين انهم مخربين يعني ليش بعدنا نسمع هاي الأصوات النشاز اللي دا تشوه صورة العراقيين الشرفاء العزل اللي طالعين بس بالعلم العراقي ما اكل مناكل بعد اختك ما اكل مناكل بس نشوفي شباب هاي الرحل بشنو دانبها يوم وغنى بعد اكل مناكل منشوف شنو دانبها بصهم دير رجلي حافة وضرب 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 شنو حيوانه هو لو بشره ولك انت عراقه هو عراقي ليس تعد تدرب تدرب إليه واخل بوشية عن وجهك خلي عاني بأينك ليس تغطى وجهك ولك عندنا زلم تهزد القاع تهزد القاع اتنا زلم وما لا مش تلقاع ليت خوف دلمنه بس تنسولا الى الى احنا حسبنا الله ونعمل وكيل عليهم حسبنا الله ليش هاي الشهداء ذا كلهم هذا اللواء طالع يقول كي شهد ما عدنا كل اجرح الشهداء ترثت المستشفيات الشهداء اللي ترثت الكبور يا اخوي هذا ادختك يا اخوي اروح لك في دواء اروح لك في دواء وين هالناس وين هنالقلش والشباب هاضي ليه تحدد الموت خوين ليش اتراع الشباب لأولادنا تفر فر فر مثل ورود تفر مثل الموت خويني ليش هدش ليش ليش خويا هدش الله اكبر لا اله الا الله والله احنا حسب من اعشبه بيروشي وضربه عليه في الصند ليش بشر طفل هذا حسب ابنك حسب خوك حسب من عملك تضرب واحد ليش ليش عالي من طالعين حال من البرد والمطر والطين عالي من طالعين الوقم يردون وطن سوية الدول يردون وطن سوية العالم يردون وطن ليش ليش خويا هدش ليش ليش خويا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأدعم من الحسين وصاحب الزمان تقصد بيهم الأرض كل يلقاعد على الكرسي بحق دم الشهداء بحق الشهداء بحق الشهداء كون تقصد بيهم الأرض كل يلقاعد على الكرسي بجاء فاطمة الزهراء بجاء الحسين المظلوم بجاء فاطمة الزهراء أيو الله هنيعنا الشهداء أدرحتنا الشفاء العادل وريده يا أخو يا لا إله إلا الله شكرا يا أول كرار من الديوانية شكرا جزيلا للمشاركة لدينا سعيد من بغداد اتفضل يا سعيد وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا حياك الله سعيد اهنا وسهلا تعقبا على الكلام فلوجة اي نعم اقول لي ابو علي اذا شعر شعر وحده شعر وحده ان واحد من المثال الظاهرين شاير الساح او 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 تهجم على مؤسس حكومية حداك ومستحيل مستحيل انت عراقي او عندنا قيرة عراقية لان لو احنا قيرة عراقي اصنق قلبك انحرق على دول الشباب اللي جاي يموتون يتخذون حقوقهم ستطاع السنة حقوقهم منهوبة يعني شاب يدخل حاشا كل شاب حاشا كل شاب عراقي حال حال الماء وخطوط ودراسة وسهر وتالي ما تالي مصير البيت قدش ما احترامي كل 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 مهنة شريفة نعم مهنة شريفة يقعد حالة حالة البطالة عطالي ليش واخيبه على كلام اخته ومكرار ومكرار هذا هذا ابو عز انا متأكد متأكد ما عنده ما عنده جلسية حراقية وحديبة حراقية طاهر 100% ما لفظ هذا الكلام السوخي وطائفي فاقول له يا باعلي عيب عليك الى عندك خطو باعليك تحكي عن المتظاهرين لان المتظاهرين مدوها 100% ودليل الدليل ان كتب ملعجهم فوكس 150% هذا بس بالإعلام نعم طائق الله هو اللي مشهد نعم لجوه العباية اللي ما معلن عنه قصية كانها اعظم نعم ومعاقصية كانها اعظم عمي زين انتو المرجعية 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 انتو موسمك موعدكم اسلام شنو نفسكتكم على هذا الطرفة ثالث منه حلقة اتراف ديال مقطع مدني شان مسددش يضرب يعني عينك حينك صحيح يعني انتو ما قلتو هاد الميين هاد المدني وشنو يضرب يضرب عينك حين نضرر عقيدينك يضرر لي ما عنده مسلاح لو عنده مسلاح شان نزموه شان علوه على خلاوة التلفزيون عفو بس عمي هذول حكومتنا الرشيغ خانون بكل لاستيكة يمطون شون يرضون يمطون ابني الوزير يبوك وحمودي أفندي دوعي الخارس وابن الخايبة المهندر بغن كليس محتاز صحيح زينب زينب لماذا حكبت حمودي حمودي وطباع حمودي شوخ احنا ود الخايبات صدق ود الخايبات لو ما ود الخايبات طول حين بالحين والباك العطلر سعيد ورشيد فليح طبعا قيادات عسكرية في البصرة وعلي مشاري ميليشياتهم او قواتهم الحكومية التابعة لهم طبعا هاجمت المتظاهرين وغدرت بهم في ثاني حادث من نوعه خلال الاربع وعشرين ساعة فنشهد طبعا هذا سعد العيداني يريدون ترشيح على رئاسة الوزراء ورشيد فليح اللي يطلع في مقطع مصور يهدد المتظاهرين بانه ستترتب عليهم تهم الارهاب ان يستمروا في تظاهراتهم وغيرها وغيرها طبعا من قمع وتهديدات شهدتها محافظة البصرة نستمع الى ابو علي من ديالة فضل يا ابو علي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هياك الله أبو علي تفضل شلون شبيهم اللي قاعد كنتم بهم دولة بالشارع شين يعني شين هاي معناته انت شتشوف شتشوف هاي تخريب هذا هاي قوات حكومية المفروض تحمي الناس ليش يشيد تقمع الناس بهاي الطريقة هذا استهتار هذا استهتار من المقبل هذا الشغب غير الشغب وهذه الحكومة اللي كنتم تفهم نعم نعم هاي لين جاي طالب حقه هاي طالب حقه انسان فقير هذا يعني هذا هذا هو حش هذا يعني هاي حكومة تباو الحكومة هي اللي تؤمر يا ابو علي اياد علاوي يقول اوامر القتل تصدر من مكتب عادل عبد المهدي شخصيا عادل عبد المهدي استقال لكن لغاية اللحظة يمارس المهام بشكل طبيعي جدا صفاء من الفلوجة تفضل صفاء نعم أستاذ تفضل حياك الله صفاء صفاء صوتك غير واضح يا صفاء صفاء صوتك غير واضح أعتذر منك حاول اتصال مرة أخرى يا صفاء شكرا لك أبو حسن من بغداد تفضل السلام عليكم أخي وحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك هم دولة كلهم عملاء يعني بكل الأحوال هم عملاء إذا بدون الجندات خارجية يعني من 2003 ولي حد الآن تسووا إجقا قتلوا يعني بس هاي من المظاهرات إجقا قتلوا وإجقا ذفحا وإجقا هاي الميليشيات اللي جابوها من إيران نعم يعني بس هاي بس هم دولة هو العميل دائما رخيف دائما ينفذ أوامر العداء الإسلام يعني ذولة أمرهم هم مو بيديهم هم بإذن من العدد؟ خارجية هم الحكومة بعد عدل عبد المدي مطلع طلع عيش هم كلهم بدون أجندات خارجية هم هم بيكل مجال هم بيكل مجال يقتلون نعم هم دولة ابتلاء على العراق يعني ما الشيء يسوا بالعراق هذا ستطاعة سنة وذاك اليوم يحيي ما نحشى عدل عبد المدي يقول لك غلطوا وغلط تب وعيك يعني دي تعرف تشوف العراقي دي يصير يعني تب وعيك لما تحتيتي احنا منره والتباهرات السلمية يعني هل منطقي هل منطقي وعقلاني وحقيقي أو واقعي انه نحنا نشوف العراق محروق حرق والبرلمان البرلمانيين يأخذون إجازتهم يروحون يتمتعون بإجازتهم أخي دولة أخوين محمد دولة معراقيين قلبي دولة معراقيين دولة تبعية إيران بالسابق بالسلمانيين طلعوهم التبعية طلعوهم من العراق هسه بما دولة رجعوا بدين تقوين من العراقيين دولة معراقيين يعني واحد يقول لك ما ريدك انت معراقي امتشلب يعني وين تقول لك امتيازات دي يخدمون أمريكا وإسرائيل وإيران وإخيرات العراق ترصدقني وإخيرات العراق كلها لإيران وإلا ترى ما يعني كلها أمريكا تضربينها يشيلوها من بالكم يعني هي إيران يد إسرائيل وأمريكا بالمنطقة أمريكا أعطيك لاتفكرة محمد الله يخليك فضل رعبتنا من الليل هذا بشر نعم فأمريكا كلهم عملاء أو ما يفيد يؤهم نعم أشكرك يا أبو حسن كنت معنا من بغداد معنا حمزة من ميسان تفضل يا حمزة السلام عليكم سلام عليكم الله يسعدك وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله أهلا وسهلا حمزة تفضل يا حمزة يا عزيزي انكشفت أوراقهم زون انكشفت أوراقهم هذا الجاي يضرب المتباهرين ليش نرجع ونقول علاقة هذا مو علاقة حتى لو علاقة هذا ابن لك نعم حمزة إذا قاعد بصفة تلفزيون رجاء النص الصوت يا أخي كافي كافي ملينا والله ملينا كافي يعني شي يطلعون بعد شي يطلعون علينا حج نعم يا أخي كافي كافي ملينا والله ملينا نعم حمزة حمزة موجود حمزة قدنا نتصال مع حمزة من ميسان شكرا لك أبو أحمد من بغداد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أبو أحمد نصص صوت التلفزيون إذا أنت بصفة التلفزيون رجاء شوالك أبو جان حياك الله أبو أحمد طب تفضل حبيبي هذول منه إيرانيين نعم حكومة تدري بهم كل الجميع الحكومة تسألوا هذا الشيء ليش ليش ما يريدون يطلعون خياساتهم كونها الخريبة نعم ما يريدون المتظاهرين يطلعون طيب بس المتظاهر دي يقول لك أنا ما أريدك ليش باقي بالسلطة وين يرمحون ابن عمي هم ناس حرام يرجعون وين المكان ما أجوي منه يرجعون للبلدان اللي احتضنتهم وربتهم ما يرجعون بعد ما أحد يريدهم ابن عمي ما أحد يريدهم بعد نعم ما أحد يريدهم حرامية وهاي جتهم فرصة نعم ما أحد يريدهم بعد أكو ناس تقول إحنا ليش نعتب على هاي الحكومة إنه هم هيتش ديق معهم هم ناس مثل ما حضرتك تفضلت فرصة ذهبية إجدت إلهم فرصة البوق والسرقة والفلوس والسلطة والحمايات ذولة شون يممكن يعوفون الحكم ويفرطون به السهولة يعني هلولا راميب تفضل نعم يطلع يوم الشعب خليته هذي نعم ويردوهم رد يطبونهم من خضراء تحلوهم تحلوهم تحل يا الله يطلع رأي الشغلة نعم أبو أحمد أنا أشكرك يطلعون هاتي نعم أنا أشكرك يا أبو أحمد وضحة الفكرة شكرا لك كنتم أنا من بغداد أبو عمر من أبو غريب تفضل يا أبو عمر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أكشرك يا أبو أحمد حياك يا أبو أحمد أهلا وسهلا أبو أحمد بالنسبة لأبو علي أهلا ما توقع من الزلوجة طيب أحباد مو من الزلوجة ولا ينتمين من الزلوجة طيب واحدة وثاني هذول الأشعالين للعلم الإيراني يعني شاء تغفلهم التغفار حافظ أما شفنا أخي وجاعي طالبون حقوقهم وشباب نعم بحمر الورود وهذا هذا اللي يصير بيزمه نعم نعم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينسل من مقراتهم إن شاء الله وأنا أشكرك شكرا يا أبو أمر أريد أشوف وشاهد مع حضراتكم الآن مشاهدين الكرام مقاطع أخرى طبعا أيضا هناك تعذيب لمتظاهر على طريق محمد القاسم كان يوم أمس في بغداد فلنشاهد لكوا30 Weder لكوا30 نعم بوجه بوجب يس يس معنا الآن السيد أبو أمير تفضل يا أبو أمير أبو أمير تفضل تسمعني؟ نعم تفضل هنا وسهلا أسمعني زيان أسمعك تفضل أبو أمير أبو أمير أسمعك نعم نعم طيب حتى سبحانه وتراني يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن تعتدوا عليهم بمثل ما تدوا عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام شكرا يا أبو أمير وجهة نظر لديك وتحترم لكن كما نعود ونقول شعار المواطنين شعار العراقيين في ثورة التشرين هي السلمية وحتى هذه اللحظة لو لم تكن ضاغطة ولم تكن مؤثرة لما فقدت السلطة هذه القدرة وهذه السيطرة بفقدانها لكثير من الشوارع والمناطق بتخلخ النظام الأمني بتوترها بفشلها في معالجة الأزمات يعني هذه نقطة إيجابية ولو لم تكن مؤثرة السلمية لما تفاعل العالم معها بعد سكوت طويل وأحرج ليتدخل بعد أن شاهد أن هناك طرفا واحد وهو الطرف الحكومي يقوم بقمع مواطنين سلميين أكيد هناك نتيجة وأكيد هناك تأثير نعم قد يكون مده طويل لكن في النهاية السلمية فعالة لأنهم يتحينون لفرصة أقصد السلطة تنتظر الزلة باستخدام العنف من المتظاهرين حتى تكون هناك ذريعة أمام العالم المؤيد حتى اللحظة لهذه السلطة لإبادة المتظاهرين في يوم واحد أبو باسم من كربلاء تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يسلمك محمد الله يحظك أخي نعم أولا هذا من ساحة اللي طلعت من الفلوجة الله يحظه غيره نقول نعم احنا أكو هسا ناس احنا بالشيحة هسا الشيحة أكو بيها ناس هاي كده فارسي مجوسي فهذا ما أخذ المنهج الفارسي المجوسي نعم مع احترامي لأهل الفلوجة نعم أهل الفلوجة ناس أحزاء وناس أبطال وناس حانة وما حانة ومن هاي الحكومة ومن داعش نعم وما خلصوا أرواحهم إلا أرواحهم أرواحنا طالحة من هذو نعم هاي أولا اثنيا هاي المظاهرات يا أخي يا أخي مظاهرات شبابية سلمية اللي مشترك بيها السنين الكردي الشيحي العاشوري المسيحي حامر بن البحامر نعم يعني احنا شنو دينبنا جان احنا هاي هاي شغلة شغلة ما لإيران نعم كلها فارسية مجوسية ضد العرب نعم هاي خلوه 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 يكون للحلم هذا نعم هذه هاي هاي لأنه الفارس ترى عدو العرب مو عدو إسرائيل هاي إسرائيل موجودة نعم تخصف عليهم وتضرب عليهم ما يحسور عليهم صحيح درسية أريد أقول هالشكل ما احترام للقناة أريد أقول يعني يا أخي يا أخي والله ملينا يا أخي والله العظيم ترى احنا همقنا ببرطة اللي أخرجها فإننا انتقام من رب العالمين مش لون نزيل هاي الفسدة بس أكو هنا أكو حدنا الاتحاد الأوروبي حدنا حدنا بريطانيا حدنا أمريكا المفروض من عدة تدخل في أن جاي يشوفوا هي الدموقراطية هم اللي جابوها إنا مو صحيح من جابوا أن الدموقراطية غير يخلصون من عدة هاي الناس اللي جاي تكتل فيه بشقاف هاي تقول ورود عمرك مصطع السنة عمرك مصطع السنة يقتل برشاة زين هذول 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 يضربون تواتب هذا اللي اللي يتخطيئ صحيح يعني هذول ترى حتى الله ما يرضى يعني ما يرضى ناشد خلقون واقعيين أمريكا اللي هو ما تريد تبلع هذا ناشد 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 أستاذ محمد أستاذ محمد باختصار أبو باسم باختصار أمريكا أمريكا أسهل لا طلع تصدق و اعتقد بالله الإسلام كله ينبلع مو بس مو بس الحراق شكرا يا أبو باسم وحكت الفكرة أشكرك كنتم أنا من كربلاء هكذا يعني يرى البعض أن الولايات المتحدة هي التي جاءت بهؤلاء الفاسدين وعليها أن تخلص العراقيين من هؤلاء الفاسدين ومن نظامها الفاشل ومشروعها الفاسد الفاشل المحتل الذي جاءت به إلى العراق وجثم على صدور العراقيين طيلة الفترة الماضية وليد من الرمادي تفضل من التاجي تفضل يا وليد الزميل قال من الرمادي تفضل حياك الله فضل يا وليد أنا والله أنا وابعثنا سعبان فدنا بلا شارع تفلش من حصري العالم بلا حبيب طابة بحيب بحيب نعم اي والله رحناك ضعف والا صديق همم ضرع فتاة ورجدة طالغة دائما صشار صشار نعم اي والله وابعثنا فدنا سعبان الزميل وكلها بلا حبيب العالم كان الله بعونكم يا وليد كان الله بعونكم اي والله نعم نعم ان شاء الله هذا الشيء الى نتيجة الصبر والثبات الى نتيجة يا وليد شكرا لك يا وليد كنت معنا النتاجي انا اود ان اعرض لحضراتكم مشاهدين الكرام مقطع يرد على كل المشككين في نزاهة ووطنية والروح التي يحملها شباب ثورة تشرين وكيف يتعاطون مع الامور التي تجري حولهم وكيف يتعاملون عندما يصعدون سلميا من يعني من الحراك ومن الثورة كيف ايضا يكونون حريصين جدا على التعامل مع الحالات الانسانية وعلى التعامل مع الامور الطارئة التي تحدث عندما يقومون على سبيل المثال بقطع الطرق الرئيسة والشوارع كيف ان هذا القطع يستثني الحالات الانسانية والمرضية وسيارات الاسعاف وحتى حالات الوفاة الموضوع كما عرضنا يوم امس كان يركز على شاحنات النفط والشاحنات التي تحمل البضايع والتي تأتي من المنافذ الحدودية او من المرافق البحرية لكنه يستثني السيارات سيارات الاسعاف الحالات المرضية الحالات الصحية الحرجة وكذلك الوفيات دعونا نشاهد بداية سائقو عربات التوك توك طبعا هذه الماكينة الكهربائية التي حقيقة ابدعت وابدع صاحبها طبعا في ثورة التشرين في التعامل مع الحالات الحرجة هبوا لنجدة المتظاهرين بعد اطلاق القوات الحكومية النار عليهم على طريق محمد القاسم السريع فلنشاهد والله كفو 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 سنصل بعد قليل الى الجزئية التي تحدثت بها قبل قليل حول استثناء الحالات الإنسانية من عملية قطع الطرق التي يقوم بها اغلاق الطرق طبعا السريعة والداخلية التي يقوم بها المتظاهرون لكن قبل هذا نشاهد القوات الحكومية وهي تطلق قنابل الغاز على سائق عرب التوكتوك بعد الاعتداء عليه أثناء محاولته إصعاف الجرحة على طريق محمد القاسم السريع فلنشاهد لطبع محاولة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فتح الطريق لجنازة على طريق محمد القاسم السريع في بغداد فنو شهد هم الله يرحمه ولدنا المظاهرين جاي عبرون الحالات حتى خافوا تقولون قاطعين الطريق عن الكل هاكم شوفوا شون جاي سهلون الامر حتى تعبر ها من على طريق محمد القاسم جاي تعمر الحالات الاستثنائية مخضر مساع عبر اللي هو يفيد المواطنين لأن عندهم مخضر وهي للعالم والناس الفقرة حتى يبيع هذا يعبر نقاطعينه على الموظفين ترى مو على غير واحد وعلى الوزارات حتى يتوضح السبب لما نقاطعينه هاي جنازة ثانية هاي سيارة هم ايضا متجهل مدينة الطيب مشاهدين معنا سيد ابو مصطفى من الفلوجة اخر المتصلين بعد ذلك نقوم بقراءة رسائل من الواتساب ابو مصطفى تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم حياك الله أبو مصطفى حيث يتوضح السلوجة يتوضح السلام عليكم نعم هذا أصلا شيء ليس من السلوجة هذا هذا يشوه شمعة السلوجة نعم ايه المتضاعين الله ينصرهم إن شاء الله وهي حكمتنا حكومة فازدر طاقتية كلهم واحد كان يبيع سبح في سوريا واحد يبيع كبه واحد كذا كلهم حرامية جوا منناك يبقون العراق نعم وهم وذلك كلهم أنصار ايران أنصار ايران فرص مجوس ذلك كلهم وهي أمريكا 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 ألطت العراق أبو حي ألطت الإيران هديلة نعم يقول أحد المشاركين أخي أهم إنجازات المرجعية مباركة العملاء وتشكيل الحشد بأمر إيراني أكو دولة بها ميليشيات تهدد رئيس الدولة إذن أين الوطن أين المواطن هل هذا عراق تحكمه عصابات يقول هذا عراق تحكمه عصابات بعلم أو بعلم للعمائم طيب شكرا لك رسالة تقول السلام عليكم أبو حاتم من الموصل تحية طيبة لك أستاذ محمد لكل كادر قناة الرافدين والمشاهدين الكرام هذا مسلسل التظاهر وقتل الأبرياء لا يظل مستمر حتى يخرج كل العراقيين من أقصى إلى أقصى ضد الاحتلال الأمريكي والعملية السياسية والإيراني وأقزام الاحتلال وكل عراقي يأخذ دورة لإخراج رأس الأفعى أمريكا وذنبها إيران شكرا لك رسالة تقول السلام عليكم رسالة أخرى تقول حقيقة هناك من يحاول الاتصال بنا ولكن غير متاح كثير من الاتصالات محاولة غير متاح السلام عليكم كثير منها أيضا طيب نريد قراءة رسالة موجودة نصار ياسر من البصرة يقول هاي مو حكومة هاي ميليشيات وعصابات إيرانية تريد تنتقم من العراق وشعبه المرجعية هي اللي تقدر تحل كل هاي المشاكل لعد ليش ساكت يا نصار لعد ليش ساكت يعني إذا أكو طرف بالعراق يقدر يحل هاي الأزمة ليش ساكت ليش ما يدخل ويحل يعني شنو اللي يمنعه شنو اللي يمنعه رسالة أبو زيان الأعظمي يقول أيام الاحتلال الإيراني الغاشم قليلة وميليشياتها القذرة الرسالة تقول السلام عليكم أتمنى تقرأ رسالتي كاملة لا 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 الرسالة طويلة جدا وليس لدينا وقت باختصار شديد من السيدة أم وطن تقول تعبنا الشباب شنو ذنبهم ليش يشي تشردوا هم غير رادة ووطن مثل باقي الدول والله العظيم ملينا وبعد ما عدنا شي نخاف عليه أخوتنا راحت وشبابنا راحت تقول والله العظيم نطلع ثورة مليونية كل العراق زلم ونسوان رسالة تقول السلام عليكم أترجاك أبقي المقطع من الفيديو ثابت على الشاشة حتى يعلم جميع العراقين كيفية التعامل مع المتظاهرين هي تقصد غيرة وطن أعتقد هذا الاسم يقصد أو تقصد الفيديو الذي عرضناه قبل قليل المقطع الذي يظهر تعذيب المتظاهرين الذين يلقى القفض عليهم على طريق محمد القاسم السريع في بغداد من قبل طبعا قوات الحكومية أحد المشاركين يقول نحن عراقيون كيف يتم التعامل معنا بهذا الاسلوب من البصرة مرحبا أنا من البصرة يعني إذا إحنا طلبنا نطلب حقنا نموت نظاهر نموت وين نروح رسالة تقول بنت النجف تقول أحب أشكركم على جهودكم قناة شريفة ونزيها الله يوفقكم إن شاء الله ويفك عن شبابنا الأبطال شكرا لك آخر رسالة تقول بالنسبة لي ديحش على المتظاهرين ترعيب هي هاي النخوة وهذا الشرف العراقي مع الأسف والناس ما تستحي طيب وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع مشاهدين الكرام أشكر الجميع على مشاركتهم وحتى علي من الفلوجة يعني هو نعم دخل بفكر طائفي لكن رد عليه المتصلون وكذلك من شاركوا على الواتساب هذه أصوات نشاز نسمعها بين الحين والآخر يعني لا يستغرب البعض من هكذا أصوات لكن الحمد لله كانت هناك نسبة كبيرة مما شاركوا وردوا عليه وعلى هذه الأفكار الهدى معموما شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء